يعني مع الأسف آفة المخدرات أصبحت فد العراق أصبح ليس فقط معبر مثل ما كان في السابق بل أصبح أيضا مروج وأصبحت له ارتباطات ليس فقط داخلية وإنما دولية على مافيا دولية متربعة على ما يسمى جمهورية الكبتاغون الوضع إذا رأينا عام 2024 هناك في النصف الأول فقط تم القبض على أكثر من ست آلاف متهم بخصوص الأسجار في هذه المادة وأيضا من المتعاطين هذا الموضوع خطير جدا وفي كل سنة رغم وزارة الداخلية وحكومة السيد السوداني قد وضعت استيراتيجية منذ عام 2023 إلى عام 2025 بشعار معا سيكون نهاية المخدرات أو عام 2025 سنعلن بأن العراق خالي من المخدرات لكن في هذا الوضع الراهن في هذه السنة مع العمليات المستمرة وأيضا مع القبض ومع الطرق المبتكرة طبعا الطريقة التي تم القبض عليها من قبل الجهاز الوطني ليست الأولى صراحة يعني هناك كثير من الطرق دخلت فيها للعراق ومن ضمنها الكبتاغون بالرمان للحاوية التي جاءتنا من لبنان وأيضا في ظل حكومة الكاظمي تم التستر على هذا الموضوع على هذه الحاوية هنا الأساليب أستاذ سيف ذكرت جزءا منها أنت ربما عن طريق الفواكه والخضروات اليوم علم حليب الأطفال في أحشاء الحيوانات أجلك وأجل الله سامعين كذلك الدرون هذه الأساليب كم تشكل تحديا للقوات الأمنية أو الأجهزة المعنية بمكافحة هذا الملف يعني لا شك يجب أن نشيد بالدور جهاز الأمن الوطني أنا في وجهة نظري دائما أقول أنه جهاز الأمن الوطني هو الجهاز الأول في مكافحة الرهاب يأتي بعد وزارة الداخلية وجهاز المخابرات جهاز الأمن الوطني كان إلى القبض على كميات كبيرة في سنة واحدة أكثر من 12 مليون حبة مخدرة من نوع الكبتاغون استطاع أن نوحد في عملية خاصة من قبل عدة عمليات خلال عدة أشهر استطاع أن يمسك في هذه الكمية الكبيرة فبالتالي القوات الأمنية يجب أيضا أن تحدد وأن ترفع الإمكانيات لأنه كل ما كانت الإمكانيات التي يستخدمها الإرهابيين مهما كانت بسيطة يجب أن يكون هناك إمكانية للقوات الأمنية على كشف هذه الطرق التي يتم الاستعانة بها وتقديمها من قبل تلك العصابات نعم هناك عصابات قد تكون عصابات داخلية ليس لها ارتباطات دولية لكن المصدر الرئيسي لهذه الكبتاغون هو تجارة عالمية ومنظمات دولية وأيضا ما شهدناه خلال قبل عدة أشهر من اختيال المعروف ببنزيمة المشهور ببنزيمة كريم بنزيمة الذي قتل في تقاطع العامرية وكان أحد المشتهرين أو أحد المافيات الخاصة بالمخدرات إذا شاهدنا هذا الأمر لا نحن في العراق لدينا ارتباطات مع الأسف ارتباطات منظمات دولية وهذه المنظمات الدولية التي تتعاطى وتتعامل مع هذه الكبتاغون يعني اتصالات وثيقة بها امتدادات إلى سوريا بها امتدادات إلى لبنان وصولا إلى إيطاليا أيضا هذه الامتدادات هذه الشبكة هي تدار من هذه المواقع وباتصالها مع العراق وأيضا باتصالها أيضا مع أوروبا حتى في سويسرا حتى في السويد هناك شبكات مرتبطة أيضا مع الشبكات في العراق اشتركوا في القناة